السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة على مدونة المحترف اليوم ان شاء الله سأتطرق معك إلى كيف تتوصل بإشعار SMS مجاني يصلك إلى هاتفك في حالة توصلت بإيميل على حسابك في جيميل كما طبعا يمكنك أن تحدد في حالة إذا ما أردت أن تتوصل بإشعارات وبإسمس يعني من طرف أشخاص بحديدتهم أو بعينهم يعني فقط من إيميل سواء من شركة أو من شخص أو يعني حول أي إيميل أو يعني تتوصل به في حسابك على الجيميل فورا ما تتوصل بالإيميل تنتظر دقيقة ثم يصلك SMS يخبرك أنه إيميل لقد وصل لك على علبة الواردات إذا ما أردت الإجابة عليه طبعا الطريقة هي مهمة جدا بالنسبة للأشخاص الذين ينتظرون إيميلات مهمة فإذا كنت تتتظر إيميل من طرف شركة أو من شخص بعين ذاته ولسه متواجد أمام الحاسوب فيمكنك يعني أن تتوصل بإشعار SMS يخبرك قد توصلت بالإيميل الذي تنتظره من الشخص الفلان إذن جيد كيف الآن سنعمل على تطبيق هذه الطريقة والتي هي في الحقيقة خدعة إذا ما أصحى أو إذا ما صحى عفوا التعبير إذن أول شيء أنت مطالب به هو أن تدخل على هذا الرابط www.google.com slash calendar طبعا بعد الدخول ستنقر على هذه الآيقونة ثم تنقر على settings ثم بعد ذلك تذهب إلى mobile setup ثم بعد ذلك تكتب phone number وستتوصل بكود وهو verification code تنكتبه في verification code ثم تنقر على finish set جيد إذن الآن بعد ذلك تنتهي من هذه الخطوة ننتقل إلى الخطوة الثانية إذن الخطوة الثانية ستدخل على Gmail الذي تريد أن تفعل فيها الطريقة ثم تنقر على إعدادات ثم setting إذن بعد ذلك ستذهب إلى labels ثم تنزل قليلا إلى الأسفل ثم تنقر على create new label ثم بعد ذلك تكتب هكذا send SMS تختار create ثم بعد ذلك تذهب إلى filter ثم تنقر على create new filter إذن في from إذن في from هنا يمكنك في حالة إذا ما أردت فقط أن تتوصل بإيميلايات من شخص معين أو من شركة معينة تكتب الإيميل أو مجموعة الإيميلايات هنا مثلا تكتب أمين يعني هذا الشخص أريد أن أتوصل برسالة أو نص SMS في حالة توصلت بإيميل من الطرف هذا الشخص أردت أن تضيف شخص آخر يعني فقط فاصلة ثم تكتب شخص آخر في حالة إذن ما أردت أن تتوصل بإيميلايات يعني كيفما كان الشخص يعني جميل إيميلايات في has the words تكتب is نقطتين inbox ثم بعد ذلك تختار create filter with this search تنقر على جيد إذن تذهب إلى apply the label apply the label وتختار send SMS ثم بعد ذلك تختار create filter جيد قد انتهيت من الخطوة الثانية الآن نذهب إلى الخطوة الثالثة والأخيرة ندخل على الرابط go.tschpf.com slash gmail sms نطيف بعد ذلك يجب أن تظهر مثل هذه النفذة ثم تختار file ثم تذهب إلى make a copy ضروري جدا ثم تنقر على ok جيد الآن ستذهب إلى tools ثم ستذهب إلى script editor ثم بعد ذلك ستذهب إلى resources ثم ستختار current project triggers ثم بعد ذلك ستنقر على add new triggers ثم تأكد من وجود send SMS إذن from spreadsheet ستختار time driving ثم بعد ذلك ستختار minutes timer ثم تأكد من وجود every minute ثم أنقر على save بعد ذلك أنقر على continue ثم تأكد من اختيار accept الآن انتهيت فقط ما يجب عليك هو أنه في حالة تتوصلت بإيميل أو جرق قم بإرسال إيميل إلى نفسك يجب أن تتوصل بعد دقيقة أو دقيقة دقيقتين على حسب يعني الأوبيراتور فيجب أن تتوصل بـ SMS يخبرك أنه قد يعني هناك إيميل قد توصلت به إذن كنت سعيد جدا أن أتوصل معكم خلال هذه الحلقة أتمنى أن تصميم وخلب أن تكون مفيدة وممتعة بالنسبة إليكم إذا استمتعتم من هذه الحلقة أو بهذا الموضوع فرجاء لا تنسوا أن نقرأ على الزر لايك كذلك تعليق من طرفكم أحب دائما أن أرى تعليقاتكم غير ذلك إذا كانت أول متابعة لك لحلقة رغبة من برجاء زيارتي على مدونة المحترف هناك المزيد من المقالات تدوينات كتابية تدوينات تقنية أخبار فقط على www.tshipprofessional.com يمكنك كذلك التحق بصفحتنا وأضخم صفحة على الفيسبوك متخصصة ومختصة وتجمع مهوسي الحاسوب فقط على facebook.com وفي أي وقت لا تنسى أن نقرأ على الزر للمزيد من الفيديوهات دمتم في أمل الله وإلى حلقة غد بإذن الله